اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كالعادة نبدأ نشرتنا بسؤال اقمال اصطناعية التي توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية والمتوسطة كما ذكرنا هي ناتجة عن تدفق لكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية والمتوسطة بالتزامن مع وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي عملت هذه الغيوم على هطول بعض زخات الامطار في مناطق متفرقة وعشوائية من المملكة تفاصيل اكثر حول حالة عدم الاستقرار الجوي نستعرضه في هذه الخريطة لتوزيع الامطار من يوم السبت وحتى يوم الثلاثاء حيث توضح اجتداد او ازدياد تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الاحد حيث تتكاثر الغيوم في مختلف طبقات الجو يتخللها بعض الغيوم الركمية الرعدية خلال ساعة ظهيرة وعصر يوم الاحد تعمل على هطول زخات رعدية من الامطار في العديد من مناطق المملكة لكن تتركز في المنطقة الشمالية والوسطى بما فيها العاصمة عمان خلال كما ذكرنا ساعة ظهيرة وعصر يوم الاحد حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الامطار تكون غزيرة في بعض المناطق تترجع تدرجين هذه الحالة من عدم الاستقرار يوم الاثنين لكن تبقى باقل شدة من يوم الاحد ايضا تستمر هذه الحالة حتى الايام القادمة وإذا خلال الفترة القادمة بإذن الله بشدات متفاوتة من يوم الى اخر نذاب الان لتفاصيل درجات الحرارة وخراءة درجات الحرارة السطحية من يوم السبت الى يوم الثلاثاء حتى نلاحظ استمر لدرجات الحرارة الاقل من معدلاتين مثل هذا الوقت من العام تقص خريفي لطيف الى ماء للبرودة في عمو مناطق المملكة لكن يكون بارد خلال ساعات الليل مما يستلزم ارتداء لملابس دافئة خلال الايام القادمة نعود الان للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة حتى يسود طقس غائم جزء مع 15 درجة مئوية فقط يوم الاحد غائم جزء مع احتمال زخات رعدية من الامطار مع 19 درجة مئوية كحرارة عظمى اما ليلا 13 درجة مئوية فقط مع استمرار للزخات الرعدية من الامطار خلال ساعات الليل يوم الاثنين تتراجع شدة حالة عالم الاستقرار الجوي لكن تتشر كميات من الغيوم الركامية والمتوسطة والعالية في عمو مناطق المملكة قد تعمل على طول زخات رعدية من الامطار في مناطق عشوائية لكن في العاصمة عمان يسود طقس غائم جزء مع 18 درجة مئوية اما الصغرط تسجل المزيد من انخفاض 12 درجة مئوية فقط يوم الثلاثاء غيوم متفرقة مع 19 درجة مئوية اما ليلا 13 درجة مئوية بهذا انهي اشرتنا الى اللقاء اشتركوا في القناة